التقت الدكتورة رشا راغب المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب وزير التنمية المحلية محمود شعراوي بمقر وزارة التنمية المحلية بحضور عدد من القيادات من الجانبين وشهد اللقاء عرض مستجدات التعاون في إطار البروتوكول الموقع بين الأكاديمية حيث ناقشت طرفا جهود الأكاديمية الوطنية للتدريب وناقشوا دورها الاستشارية في تطوير وتأهيل مركز التنمية المحلية بسقارة من جهته أشاد وزير التنمية المحلية بدور الأكاديمية في تنمية وتطوير العنصر البشري حيث قامت الأكاديمية بالتعاون مع الوزارة بتغطية 22 محافظة مصرية ضمن مبادرة المسؤول الحكومي المحترف وأوضحت الدكتورة رشا راغب أن ملف التعاون مع وزارة التنمية المحلية هو من أكبر ملفات الأكاديمية كما أعرب الجانبان عن حرصهم الدائم للتطوير وللوصول لأهداف الخطة الموضوعة لعام 2023